ليه دايماً بيتقال على التجار في مصر أنهم جشعين وبيستغلوا الظروف وهم وراء ارتفاع الأسعار؟ التجار في المصر الحقيقة يعني التجار الشرفاء يعني التجار اللي هو تاجر أمرهم كانوا لا جشعين ولا المسميات دي هم بعيدة عنهم كل بعض ولكن التاجر التاجر ولا إلا كانش رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تاجر يعني ودعى التسع عشر في التجارة وأغلب الأنبياء كلهم تجار فطبعاً لو كانت التجارة دي عيب ما بقانش رسول الله اللي هو أصفى الخلق ربنا سبحانه وتعالى هل في في مصر تجار جشعين وهم المسؤولين عن ارتفاع الأسعار؟ والله بس عاز أقول لك حاجة في حاجة ناس مستغلة يعني مثلاً عاز أقول لك حاجة الحاجة أنا أقول لك على رقم وحضرتك تتخيليه أو لا هل التجارة الرسمية في مصر تبقى حاجة وعشرين في المية والتجارة غير الرسمية قرب التبنيين في المية؟ يعني الاقتصاد الرسمي الاقتصاد الرسمي يعني يخش في 22-23% واكتر من 77% اقتصاد غير رسمي مين المسؤول عن ان في 77% اقتصاد غير رسمي في مصر؟ الاقتصاد الرسمي هو طبعاً أنا طبعاً الدولة تنبهت بقالها بس حركة عندك موقع حضرتك رئيس لجنة التسعير في اتحاد الغرف التجاريين وبالتالي حضرتك محتك بتقريباً يعني كل السلع الانتقائية والأساسية في مصر وتسعيرها النهاردة حضرتك مثال أنا أقول لك مثال يعني النهاردة لو تروحي على الأسواق المفتوحة هتلاقي عدد التجار كلها اللي موجودة لليس لها أي سجل تجاري ولا لها أي بطاقة ضربية ولا تنتمي إلى أي منظمة اقتصادية في مصر من المسؤول عن ده؟ مين المسؤول؟ المسؤول عن ده وان انه احنا بنخاف نواجه هذه المشكلة المشكلة مشكلة جديرة حتى بعد التعويم ووضع قيود على الاستراض؟ انت كل ده حضرتك بتتكلمي على قطاع رسمي يعني القيود والكل الإدرات الجديدة أي بس دولار لما يرتفع سعره ده حيخص أي سلعة مستوردة؟ ولا فيه طرق ققرة للشعرية؟ أي بس النهاردة هذك يعني لما ييجي النهاردة واحد ملتزم بشركة وبيفتح ويدفع درائب وتأمينات وعمال وكلام انته بتاعه واحد نفس المجال ده مش تحت الرقابة الدولة خالص ولا ليه دعوة بالدولة؟ يعني هقولك مثال هل يعتقد ان فيه 27000 مصنع هم دول المسجلين في مصر و47000 مصنع تحت بير السلم؟ أنا فيه سم ازاي؟ هي حرج بتقول مصانع؟ مصانع وتجارة يعني موجودة صوت وصورة وليها أماكن معروفة؟ صوت وصورة وكل حاجة ومتواجدة وكل حاجة التجارة أو الاقتصاد غير الرسمي هو أقوى من الاقتصاد الرسمي في مواجهة مين؟ في مواجهة؟ هكومة ولا المواطنين هم المواطن نتيجة ان احنا الإجراءات الصعبة بيحاول انه بقدر الامكان انه ينتهج نهج معين النهج ده هو ده اللي بيكسب منه أو بيتربح منه وملوش داعوا بخالص إيه اللي يدخلني في أعمل بطاقة ضربية وسجل التجارة؟ بتاع إيه؟ إيه اللي يخليني أعمل كده؟ حتى في زل تجديد العقوبات تعالى اللي بيتهربوا من الدرائب وإيه؟ لو تهربوا لو تهربوا لو تهربوا يعني هقول لحاجة حاجة انت عندك كم مليون توك توك في مصر هل تم ترخصهم؟ مفترض ان تم السماح في بعض المحافظات بترخصهم الغد دلوقتي أنا ما اعتقدش ان فيه حد يعني بتاع كل ما اتمسك هيروح يتفعلوا غرامة في الاسم ب 3000 جنيه وخلاص ونتهيين على كده